السلام عليكم ورحمة الله أحياكم الله وبياكم أينما كنتم وأسعد الله أوقاتكم جميعا أخواني اليوم جايب لكم قصة من أعجب وأقرب القصص اللي راح تسمعونها قصة في قمة الروعة والجمال وقصتنا أخواني حصلت في محافظة في سوريا إن قالها دير الزور وهاي محافظة دير الزور قريبة على الحدود العراقية وأقلب سكانها من العرب ومن البدو ومن العشائر والقبائل يعني فالقصة أخواني حصلت ما بين سعاد وما بين الشاب خليل قصة في قمة الروعة والجمال وأحداثها يعني والله عجيبة غريبة أخواني هذا خليل كان موظف في شركة الزراعة في مديرية الزراعة بدير الزور فتوظفت معا بنت وهاي البنت اسمها سعاد هاي سعاد عدها جمال اللهم صلى على محمد يعني شيء لا يوصف طول جمال عيون قامتها حلوة يعني شيء ملفت للنظر سبحان من كون وصور يعني خليل أعجب بهذه الفتاة وشدت انتباهه طبعا هو خليل إنسان محترم وشهم وأوصافه وأخلاقه جدا محترمة وجدا زينة لكن يعني الجمال لما يلفت نظر الشاب يعني وأيضا بالمقابل هاي سعاد أيضا محترمة ومتزنة يعني ما يستجري لا خليل ولا غير خليل أنه يتكلم معاها كلمة برات الطريق يعني دائما الناس الموظفين ما أخذي لها قدرها وقيمتها لأنها هي فارضة احترامها وقارها عن ناس المهم يا جماعة وتروح الأيام وتجى الأيام وهذا خليل يتمنى أنه يتغرب أو يتعرف على سعاد لكن لشدة إنهم يعني ما تقالش حدا وما تتكلم ويا حدا برات الشغل أبدا أبدا فمهم مستجري أو مو مستحسن أنه يعني يدخل معاها بمواضيع العائلة وكذا ويتعرف عليها فهذا خليل كل يوم يعني يا صباح صبح يريد بس أنه يروح على شغله على عمله هو دوامه يبلش الساعة ثمانية يمكن يقعد الساعة ستة الصبح بكير بكير علشان يجهز حاله وكذا ويروح أول واحد يروحه على عمله وعلى شغله بس علشان يشاهد يعني عيون سعاد هاي عيونها صيرات زرق يعني ملفتات للنظر سبحان الله يعني فكل يوم هو بس يروح يتصبح المهم بعيونها خلاص أيامه سعيدة وأيامه مبسوط من عنده وهاي سعاد يعني لسانها حلو ولسانها زين طبعا ضمن الاحترام وضمن الأدب لكن منطوخها حلو وزكية فوق الجمال الله منطيها الزكاء والأناغة وتروح على أيام أخواني وتجي الأيام ويكتشف هذا خليل فيما بعد أنه هاي يعني سعاد متزوجة وعدها ثلث أطفال أصغار واحد من أطفالها أتشبير بيهم عمره شي ثمان سنوات والأصغر عمره شي خمسة واحد عمره شي أربع سنوات أو ثلاث ثلاث وشوي المهم هذا خليل يعني مرتاحة بعملة ومرتاحة بشغلة ويا هالجخيخة هالزينة هالمحترمة وتعرفون أنتم يعني الإنسان لما يكونون المظفين أو العمال يشتغلون معا بالعمل يعني من يكونون محترمين وزينين ونفسيتهم حلوة أيضا الشخص يرتاح بعمله ويرتاح بشغله حتى ما يحس بالوقت يعني الساعات يعدن النهار يعدي كله يعني ما يحس بيهم بل أخص يا أخوة إذا كان عشقان والله يا جماعة إذا كان عشقان ومبتل بالأشق ما يحس بنهاره إذا كان طبعا محبوبته معاه مو بس بالنهار يمكن يعدي عليه الشهر كله كأني يوم واحد المهم أخواني تروح الأيام وتجى الأيام وهذا خليل بيوم من الأيام يروح على عمل وعلى شغله وما يلاقي سعاد طبعا انشغل باله على سعاد إنه ليش ما أجاته على وظيفتها بالرغم إنه هي ملتزمة يعني بوظيفتها طبعا أخوتي هاي سعاد متزوجة مثل ما قلت لكم وزوجها مع الأسف كان بخيل بخيل جدا جدا يعني مثل ما يقولون الليرة أتبط عينه ما إيده كزة يا لطيف ما يطير الفرنك إذا يشوف واحد أمال يموت بده منه الليرة ما ينطيه المهم هذا يشتغل زوج سعاد بالبنان كل شهرين كل ثلاثة شهر يجي أسبوع على دير الزور على زوجته وعلى بيته يشوف أطفال يقعد لأسبوع ويرجع عنه بيروح على لبنان هذا يشتغل بأحدى الشركات باللبنان المهم هذا بخيل وكحتة يا لطيف مثل ما قلت لكم لكن سعاد ما هي سالة على موضوع بخل زوجها لأن أهلها من أهل الثراء ووالدها عنده مزارع وعنده عمارة فيلة شبيرة يا بدير الزور وفخمة جدا جدا يعني من أهل الثراء وعدهم من أهل الزراعة عادهم أراضي زراعية وأيضا والدها بيعنده قنم يعني حلال يعني في تربية المواشي يعني يشتغلون يعني عنده خير من رب العالمين كثير يعني الله رازقه وحان عليه طبعا هي يجيها مساعدات يجيها على طول تأخذ من والدها فلوس والدها يعطيها يعني هي قالي على والدها كثير يعني وهاي سعاد أخوتي يتيمة يتيمة الأم بعد ما جابت سعاد وفت والدتها الله يرحمها فبعد فترة من الزمان طبعا والدها تزوج يعني ما يقدر يظل بدون حرمة فإجم ثلث أخوة لها أخوة من أبوها يعني هي معدها لا أخوة لأخوة من أمها وأبوها فقط أجوها ثلث أخوة من أبوها المهم يا جماعة هاي سعاد مثل ما قلت لكم يعني ملتزمة بعملها وبشغلها وباحترامها وتروح وتجي على وظيفتها والداري بيتها والداري أولادها مثل ما قلت لكم هداك الكحتة رجالها كل شهرين ثلاثة يجي له أسبوع والحين أخواني بدأت أحداث القصة الشيقة واللي رح تستمتعون بسماعها هذا مرة من المرات كان خليل قاعد بوظيفته يعني مداوم فيتفاجأ أنه سعاد ما أجت على الوظيفة طبعا هذا زوجها جاي من لبنان وظاهر أنها يعني أخذت إجازة كام يوم علشان زوجها يروح على لبنان بعدين تداوم على وظيفتها لكن المشكلة أخواني تجيكم شلون الأحداث بدها تصير أحداث شيغة جدا جدا أخواني بعد ما ينصرف خليل من الوظيفة العصري أو بعد العصري يعني ينصرف وما يحسوا يدري قال لابن سعاد هذا العمر وشي ثمان سنوات تسع سنوات تقريبا قال له عمه والدي يصيحلك يناديك طبعا هذا خليل يعرف ابن سعاد لأن مكان مديريت الزراعة بدير الزور قريب على بيت سعاد فأحيانا هو يعني يشوف ويا والدتها وكذا يعرف الولد فقال له الولد قال له والدي يصيحلك قال له أبوك يصيحلي قال له إيه الحين يريدك فهذا خليل تفاجأ يعني إيش هالطلب الغريب يعني عجيب يعني هو بحياته ما اجتمع ويا زوج سعاد ولا يعرفه يعني فهذا خليل سأله قال له مين يعدكم بالبيت قال له بي أمي سعاد ووالدي موجود فقال له يلا تمام الحين نجاي فجاء هذا خليل بناء على طلب زوجها يعني السعاد جاء عليهم على البيت ودخل هذا خليل على بيت سعاد المهم يتسالم هو زوجها وحياك الله واش لونك وحمد الله على السلامة ايه متجيت من لبنان كذا فهين جوز سعاد قال لزوجته سوينا قهوة والله سوت القهوة خمس دقائق وجابت القهوة وضيفتهم فالتفت هذا جوز سعاد على خليل وقال له كيفك انت وزوجتي سعاد بالوظيفة قال له والله يعني كويسة سعاد ومحترمة وانسانة خلوغة والله ما شاء الله عليها فقال له مو عن هذا اسألك ان شاء الله انها مريحتك يعني هو هذا خليل لمن سمع هاي الكلمة قلبه انقذه يعني يعني كلمة هي منافية للأدب يعني فقال له عني ايش تقصد يعني قال له يعني مريحتك بالوظيفة قال له ايش يعني شتون مريحتني انسانة خلوغة ومحترمة وجدا مهذبة وكذا قال له لا لا انا ما اسألك عن هذا انت بيع علاغة ما بينك وبين زوجتي وبدك تعترف بدك تعترف بالحقيقة بيع علاغة يعني منافية للأدب ما بينك وبين زوجتي سعاد طبعا هاي سعاد لما سمعت هذا الكلام تفاجأت يعني وجهها صار حمر وقالت له يا فلان انت ايش امال تتكلم ايش امال تخبص بالكلام وطبعا هذا خليل ايضا انزعج وقال له يا رجال انت ايش امال تتكلم انا ما بيني وبين زوجتك سعاد الا الاخوة يعني والصداقة ضمن العمل يعني وزوجتك جدا محترمة وبنت خلقه عالم ومؤدبة وما بينها تنش يعوزوا بالله يعني والله مثلها مثل اختي عادها قالوا لأ انت بيع علاغة ما بينك وبين زوجتي المهم هنا علي صياح ما بين خليل وما بين زوجها وايضا سعاد قامت الصيح وعلي صوتها وقالت له انت قليل الادب ايش امال تتكلم وامال تتهمني بشرفي وبعرضي وكذا ومنها الكلام هذا فهينا قام خليل وترك القهوة وقام طلع من البيت ويقوم جوزها لسعاد ويدخل على المطبخ ويشيل سكين ويضرب خليل برقبته من وراء لكن طعنات طعنه طعنات خفيفة يعني يعني مو انه ضربات قاتلة يعني التشطيب مثل ما يقولون يعني شطبه المهم هذا يحط يده على رقبته من وراء والدم امال ينزل منه ويروح على بيته هلو استقبلوا هنا هلو امو وابو وهلو خير ان شاء الله ايش بيا خليل قالهم ما بيشي صارت مشكلة ايش خفيفة بالشارع وكذا ما بيا اي شي المهم ما علمهم يعني ايش الموضوع والله يا جماعة هنا قاموا وحطموا الشاش وبيعدهم سبيرت وحطموا الجروح هي جروح خفيفة عن تشطيبه هين برقبته صايرة المهم ما يحسون ويدرون الشرطة تيجي عليهم دقوا مع البيت هلو الخليل وين خليل موجود هنا قالوا له ايه نعم موجود جوا طلع عليهم خليل خير ان شاء الله ايش تعمرون قالوا له امش معانا على المغفر انت بيعليك تهمة تهمة ايش قالوا له امش معانا بالمغفر اتعرف ايش هي التهمة والله يا جماعة هذه يا قافلك الله ما يعرف ايش نسالفة يعني ويرو خليل معاهم على المغفر فقالوا هنا رئيس المغفر قالوا هذا زوج سعاد قدم شكوى ضدك لقاكم متلبسين بالجرم المنافي للأدب انت وزوجته يعني هو كان باللبنان واجب الصدفة من لبنان دخل على بيته لقاك انت وزوجته موجودين بالبيت يعني بحالة منافية للأدب قالوا هذا خليل قالوا اعوذ بالله يا رجل انتم ايش امال تتكلمون انا هاي سعاد يعني اعتبرها زي اختي يعني وزميلتي بالعمل نعم لكن ما بين اتنا شيء يغضب رب العالمين اعوذ بالله المهم قالوا هذا الكلام ما ينفعك والقضية متلبستك ومستحيل ان زوجها يعني وابو ويلادها يجي يتهمك بهذا الموضوع وانت بريء امال تدعي البراءة المهم يا جماعة هذا التهم اللي بسدتو يعني ما حتيصدق انه خليل بريء لانه مو معقول انه زوج سعاد وعنده منها ويلاد وكذا يجي يتهمها بدون اي سبب ونجيكم اخواني بالسالفة ننتقل بيكم العند سعاد هاي سعاد قامت بعد ما طلع هذا خليل من البيت وادماية هايش امال تنزل من رقبته صارت صياح ما بينها وبين زوجها وطبعا الجيران اهل الحارة يمن شافه خليل طالع وادماية امال تنزل من رقبته وصياح بهالبيت صياح يعني عالي جدا وكذا ومبين بي مشكلة يعني هذول العالم بالشارع متصلين على الشرطة وجاية الشرطة ايش الخبر ايش السلفة هذا جوزها السعاد قيلهم والله انا لقيت خليل وزوجتي يعني بطريقة منافية للأدب يعني اتهمها بعرضها الصراعا المهم هذول مثل ما قلت لكم جمع البوليس وخدم خليل من بيت اهلو هو لا يعلم الله ولا اخبره ونجيكم على اهلها السعاد وهذا جوزها السعاد يقوم يروح لعند اهلها السعاد ويخبر اخوتها يقولهم كذا كذا الغصة انا لقيت رجال بيتي ولقيته يعني هو وزوجتي سعاد يعني بوضع يعني مثل الزوج وزوجته يا لطيف المهم هذولا شغل عشاري الجماعة وهذولا اهلها من عشيرة شمر اهلها السعاد قبيل الشمر كبيرة جدا بسوريا ومعروفة حتى موجودة بسوريا وغير سوريا بجميع الدول يعني اظن انه موجود يعني باقلب الدول العربية موجود من عشيرة او قبيل الشمر يعني يعني قبيلة كبيرة جدا ومعروفة المهم يا جماعة هذولا اخوتها قاموا متشطون وينزلون ويقولون بدنا الروح نذبح اختنا طبعا هنا البوليس خذ هاي المتهمة سعاد خذاها لعنده على المغفر لاني مشان ما يجون اخوتها ويتهجمون عليها ممكن انه يقتلونها يذبحونها يعني تعرفون انتم عادات العشار والقبال قسل العار ويذبحون الانثى اذا صدر منها يعني شيء يعني يمس الشرف فورا يروحون يقتلونها ويذبحونها ومنها الكلام هذا المهم يا جماعة فهين اخواني تدخلت القبيلتين قبيل الشمر والقبيلة الثانية قبيلة اهل خليل تدخلهم بين بعض وكذا وصار بيناتهم يعني بدها تصير للبلاش يعني ومنصرين هذولا اخوتها انهم بدهم يروحون يقتلون خليل بدهم يذبحونه وبعد ما تدخلهم الرجال الكبار بالعمر والهم وزنهم والهم جاههم يعني والوجه تدخلهم بالموضوع وصلهم الحل يعني هنا مشان ما يصير دم بيناتهم وصلهم الحل اتفقهم هنا الكبارية انه خيوا مشان ما يصير بيناتنا دم خيوا خليل يتزوج سعاد احسن ما يصير بيناتنا دم ويصير ثارات وكذا من هالامور هايا طبعا هنا زوجها السعاد طلقها حلف عليها وطلقها بالثلاث وخالصة يعني لكن اخواني القريب الموضوع انه هذول اخوت سعاد بعد ما كانوا متشطون ونزلون وقلون بدنا نذبح ونصلخ وبدنا نقتل خليل لما تدخلت العالم بيناتهم وكذا وقالهم خيوا سعاد تتزوج هي وخليل يتزوجون بعض وخلص القريب الموضوع انه وافقهم على طول مباشرة وافقهم اخوتها انه خلص احنا موافقين انه تزوجوا لكن ما يظلون بدير الزور يعني هي وزوجها يروحون على غير بلدة يبعدون عنها طبعا هنا العالمة الكبارية تكلمهم ويا اهل الخليل قالهم خلص خيوا احنا موافقين انه ابنه يتزوجوا تكلمهم ايضا ويا خليل قالهم خيوا خلص انا موافقة خلاص اتزوجها يعني وايضا سعاد خلاص وافقت انها تتزوج من خليل وطلعهم هين بكفالة وتوقيع اخوتها وقعهم انه خلاص احنا ما نتعرض لاختنا باي اذى وما نقتلها وما نتكلم معها اي شيء لكن بشرط انها تطلع يعني من المحافظة من محافظة دير الزور وما تظل هنا وتقعد بهاي الفترة ببيت خالي ثلاثة شهر وبعد الثلاثة شهر تزوج هي وخليل ويولون ما يشوفونا وجههم نهائيا ما بدنا نشوف خلقتها خالص وبس شفناها بهالبلاد بدنا نقتلها بدنا نذبحها بعدين المهم تم الاتفاق على هذا الشرط لكن هي نجم اخوتها السعاد وبصموها ووقعوها على وراغ تتوقعون ايش هاي الوراغ اخواني هذا بعد ما صارت هاي الحادسة وهاي التهمة الكبيرة يعني تهمة عرض يعني مسهلة هذا والد سعاد انطاكم عمره توفى لانه كان زلمة شبير بالعمر واساسا كان مريض وبتعبان ووضعه يعني على حرف الموت يعني فاثناء هاي الغصة وكذا والتهمة اه ظاهر انه جته جلطة وفارق الحياة فهي نجم اخوتها السعاد ووقعوها على وراغ الوراغ ايش اني تتوقعون هي الوراغ هذا والدها مسجل الفيلة او عمارة هاي عمارة يعني ثمنها قالي جدا لانها بنصف المحافظة محافظة دير الزور وعلى موقع استراتيجي صايرة وعمارة فخمة وشبيرة جدا هاي سعرها قالي جدا يعني هذا والدها الظاهر انه عرفان انه هاي سعاد بنته وما عنده غيرها ابنية عنده من زوجته الثانية ثلث شباب اما هاي يتيمة ام والظاهر انه عرفان انه اخوتها ما هم زينين ويضغطون عليها وما يحبونها وما يشتهونها يعني لاختهم يعني معاملتهم ما هي زينة معها فهذا والدها مسجل الفيلة باسم بنته فالتفقم انه خلص انتي تفرغين بالفيلة وما يطلع الليش ورثة من ابوي نهائيا وعلى هذا الاساس انسام حج وما نتكلم معاش باي شي طبعا هي وافقت يعني يعني اهوى ما انها تنذبح ويا لطيف ففرقت لاخوتها انه ما طالبهم لا بالورثة وفرقت لهم ايضا بالفيلة اللي مسجلة باسمها فراحت الايام وجدت الايام اخواني وهاي سعاد خلصت الثلاث تشهر عليها وطلعت من العدة وفعلا تزوجت هي وخليل مثل ما كان الشرط موجود تزوجت وشالم من محافظة دير الزور وين راحم تتوقعون راحم على محافظة حلب جم على محافظة حلب وايضا توظفهم بمديريتها الزراعة بمدينة حلب المهم وعاودهم من شاطم وكذا وخلاص انقطعة العلاغات ما بين سعاد وما بين اخوتها وهاي والدها توفى وهي من اول يزاد يتيمة ام وبالنسبة لولد سعاد من ضمن الشروط اللي كانت عن زوجها انه تتنازل عن ولدها يعني بل حضانة والولاية لزوجها عن تربية الولاد وهي ما يظلها مصلحة بالولد نهائيا قطعا وعلى هذا الاساس زوج سعاد مستعد انه يسقط حقه وما يشتكي عليها وكذا ونهائيا المهم يا جماعة هاي طلعت مثل ما يقولون سعادة المسكينة من المولد بل احمص طلعت من الدنيا بل اش لا ظل عدها ولاد وتطلقت من زوجها وعافتها لها وديارها وتعرفون البلاد المنطقة الواحد وبلاده يعني اللي ربيان بيها ظل قاليا يعني اتراب الوطن قاليا يا جماعة ولو انه ضمن الوطن هي انتغلت لكن هذول جلم قصبا عنهم يعني مو بارادتهم راهم على محافظة حلب المهم يا جماعة وتروح الايام وتجى الايام وشوفهم شلون الاحداث بدها تصير الاحداث العجيبة القريبة وهين بلشت احداث القصة مثل ما يقولون الاحداث الصاخنة يعني اخواني هاي بعد ما تمت تهمة سعادة بعرضها وتنازلت عن كافة حقوقها يعني لاخوتها انه ما بدها ورثة نهائيا منهم وبعد ما طلعت من العدة وتزوجت خليل ويجيها خبر هاي من المحامي انه بي عندش مزارع بدير الزور مزارع يعني مواقعها استراتيجية وحقه المبالغ باهظة يعني جدا جدا هذن مسجل هنا الوالد باسمك قبل ما يموت بخمس ستة شهر الظاهر انه هذا والدها عرفان الطبخة وعرفان انه ولده ما هم زينين وولده شينين يعني ما هم زينين على اختهم وانانية وكذا وعينهم على الورثة فهذا ايش مسوى الشايب الله يزيه الخير هذا يقوم يسجل كذا مزرعة باسم بنته سعاد سجلهن مو انه تسجيل انه يعني ورثة لا سجلهن على اساس انه بيع وشراء انه بايحها هذن المزارع بيع وانه متنازل ان المزارع هذن قابض ثمنهن من بنته سعاد وعلى هالاساس هذا موقع وكذا والمزارع باسمها وهذن المزارع اثارية جماعة يعني مواقعا استراتيجية وثمنهن قالي باهض جدا جدا هيا ما تدري بهالموضوع هي سعاد لكن هيا بعد ما اطلعت من العدة وتزوجت هذا خليل وراحم على حلب خبرها المحامي وقالها كذا كذا القصة والدك فارقهن باسمك بيع وشراء وانا انطيتش خبر لاني والدك كان موكلني انه بعد ما يتوفى انه انا اخبرتش بالمزارع هاي انها خالصة باسمك بدون اي منازع والله يا جماعة هذول ولده من كثرة المزارع اللي عند والدهم عنده مزارع كثير وعنده فيلة وعنده غنام وحلال وخير من رب العالمين كثير هذول بيه مزارع اساسا ما يعرفونها يعني وحتى ما يدرون انه والدهم مسجل المزارع الاستراتيجية واللي ثمنها باهظ يعني انه مسجلهم باسم بنته سعاد ما لهم اي خبر الولد اخوتها والله يا جماعة وفعلا تروح هاي سعاد وخليل للسجل التجاري وتكشف على املاكها وانه فعلا بيه باسمها مزارع المهم يا جماعة وتوكل هاي سعاد المحامي نفسه قالت له خيو شوف اللي شراية على هالمزارع انا مستعد اني ابيحا وانت رزقتك محفوظة يعني يعني تاخذ حكتك يعني المهم وفعلا وبعد فترة يخبرها المحامي انه بيه شراية على المزارع وسعر كذا كذا وسعرهم قالي جدا يعني المهم هاي وافقت وجم هذول الشراية على مدينة حلب وتم التنازل ودفعهم حق الاراضي الزراعية السعاد وفرقت لهم بالاراضي وقفضة المصاري وحطت هنا بجيبها واخواني بهذا الوقت صرنا تقريبا بسنة الالفين بهذاك الوقت حق المزارع اللي باعتهم سعادة اللي كان والدها يعني فارقها باسمها بهذاك الوقت سنة الالفين يسوي حقهم خمسمائة الف دولار يعني مبلغ شبير جدا يعني المهم هاي صارت من اهل الثراء بصرف يوم وليلة وما تدري لكن الله سبحانه وتعالى ما يريد يضيع حقها المهم هاي سعاد صارت من اهل الثراء بيوم وليلة وقفضة الفلوس هي وزوجها وقالت له يا رجال انت تزوجتني وسترت علي وانت تعرف انه انا بريئة وانا عرف انه انت بريئة لكن ما يعلم ببراءتنا قيل رب العالمين خيو امشتا روح نشتري بيت على حسابنا وفعلا راحم واشترم بيت وفرقة هذا البيت سجلته باسم خليل وقالت له خيو احنا احسن ما نظر نشتغل موظفين ليش ما تمارس انت الزراعة وهم ايضا يفهمون بشغلة الزراعة ليش؟ لانهم هم يشتغلون بمديرية الزراعة يعني شغلتهم مهندسين زراعيين المهم يا جماعة ويروحون هذول يشترون اراضي زراعية ويقومون يستثمرون هاي الاراضي ويزرعونها وكذا وهم ما عدهم خبرة بهالامور والله سبحانه وتعالى قام يبارك بشغلهم وبعملهم وهذا خليل جاء ويلاد اثنين من سعاد بهالفترة المهم عايشين مبسوطين ومكيفين ويا بعض ومرتاحين وما يحسون ويدرون السعاد بيوم من الايام يدق التليفونها بجيبها طبعا ردت على هذا التليفون واذ هو زوجها زوجها الغديم يعني المهم ردت هاي سعاد على التليفون قاله مين معاي واذ انه هو اتصال دولي يعني اتصال من لبنان خير مين معاي قالها انا زوجش الغديم افلان الله يوفقش لا سكرين واسمعيني لا سكرين الخطب بجي قالت له خير ايش بدك مني ايش تريد ما يكفي اللي سويته بيا تهمتني بعرضي لسه عنه بدك علي قالها يا سعاد انا عارف انش برية وانا مستعد اني اعترف بهاي الحقيقة لكن اريد منيش على شرط انيش تساعديني خير بشنو اقدر اساعدك قالها انتي تعارفيني يا سعاد انو انا شغلي بلبنان ونزلاتي على سوريا قليلة يعني كل شهرين ثلاث انزل على سوريا لكن انا بهاي الفترة قمت اشتغل بالتجارة بلبنان واخسرت كل الفلوس الموجودة معايا وما اضل عندي رأس مال نهائيا وفوق منها بعد ما تدهور توضاعي وبعد ما خسرت الفلوس اللي كانت معاي وراس المال تحطط علي مدير الشركة اللي انا مشتغل بيها مدير المعمل تحطط علي المهم في صني من العمل وقمت ادور على العمل ومعدة لاقي وفوق منها انتهمت بتهمة سرغة وانا بريء يعني والله انا ما سرغت شي لكن انتهمت بقضية سرغة والحين انا يلزمني محامي وما عندي فلوس اني اوكل محامي واريد منش المساعدة تتفعيلي مصاريف المحامي مشان اطلع براءة ومشان يدافع عن قضيتي واخلص من هاي المشكلة ومن هاي الجريمة جريمة السرغة اللي انا ما لعلاقة ابدا وانا بريء منها فقالت له هين سعاد قالت له على اين اساس اني اساعدك يعني انت فوق ما اتهمتني بعرضي وخربت بيتي لسه امال تطلب مني المساعدة باين وجه انت امال تتكلم معاي فقالها يا سعاد انا مستعد اني اعترف بالحقيقة واعترف جدام هلش وجدام العالم كليتها بالحقيقة لكن مقابل هذا الامر انا بدي منيش فلوس مشان اوكل محامي واطلع من هاي الورطة فهين سعاد قالت له اذا على هذا الاساس انا موافق لكن بدي اياك تعترف بكل شي تعترف انه انا بريء وشون انت اتهمتني وكذا وانا مستعد اني ادفع كامل المصاريف المحامي وتطلع براءة من تهمتك اللي انت انتهمت بها باللبنان تطلع من هاي المشكلة المهم يا جماعة قالها اوكي انا موافق فقالت له الجوزها الغديم انا رح اطلع انا وخليل على دير الزور ورح اجتمع انا وهلي وقرابتي وكل عشيرتي يجتمعون يعني الكبارية الناس الكبارية وايضا بالمقابل رح يجتمعون من اهل خليل وانت بعد يومين موعدنا تتصل على تليفوني ورح نفتح الانترفوني وتعترف بكل الحقيقة وانا لقاء هذا الشي رح انطيك المبلغ اللي انت تريده فاتفقهم على هذا الاساس وجدت هاي سعاد اللي عند زوجها خليل وخبرته وقالته كذا كذا القصة فمباشرة طلعهم على دير الزور تركم عملهم وتركم شغلهم وطلعهم على دير الزور وبعد ما اجتمعت العالم وفعلا على الموعد بعد يومين ودق التليفون وكان مهين مجتمعين كل الاكبارية والناس المعروفة والليها وزنها من العشيرتين من قبيلة اهل سعاد وايضا من قبيلة اهل خليل فبعد ما دق التليفون واذا اتصال دولي وانه زوجها الغديم فتحت هاي الانترفون وقامهم الكل يسمعون وقام هذا زوجها الغديم قال والله يجي معه القصة كذا 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 القصة انا اتهمتها زورا وبهتانا لكن القصة وما بيها المجرمين الاساسيين واهل الذنب الشبير هم اخوته السعاد فقالوله كيف احتينا القصة بالتفصيل شلون يعني فهمنا فقالولهم اسمعهم هذا اخوتها السعاد اخوتها من ابوها وما يشتهونها وما يحبونها وهذولا يا لطيفي يعني كل المال اللي عند والدهم والرزق لسه عمو بعينهم وهذولا استخبرهم وصار عندهم خبر انو والدهم مسجل الفيلة باسم بنته سعاد فلما سمعهم هذا الامر انزعجوا من والدهم وقالوا لي يا والدي انت شلون يعني سجل الفيلة باسم سعاد طيب واحنا الشباب قالهم انتم خير رب العالمين شثير يا اخي بي عندي مزارع وعندي فقال لهم والدهم قالهم يا اخي انا اريد امن مستقبل بنتي سعاد لاني عرفكم انتم وانتم زينين عليها وما تحبونها بل رغم انها هي والله محترمة وقلبها طيب وكذا لكن انتم يا ولدي وانتم زينين ولهذا الشي انا سجلت الفيلة باسمها مشان اعمن عليها وعلى ورثتها انها تاخذ حقها يعني فهنا بعد ما سمعهم هذا الامر من والدهم انزعجوا من كثير واتصلم علي قالوا لي تعال من لبنان لامر ضروري ضروري فانا جيت من لبنان اللي عنده اخوتها اطرانزيت مباشر لاني الحم علي انه بي امر ضروري جدا جدا وهذا المجرم اخوها تشبير هو اللي يدبر هاي الخطة قال لي شوفيا فلان انت بدك تتهم اختنا سعاد تتهمها بعرضها قالهم جعل سلفون شلون يعني اتهم زوجتي بعرضها قالوا له احنا مستعدين ننطيك لقاء هذا الامر مئة الف دولار بس على شرط انك تتهم زوجتك تتهمها بعرضها قالهم طيب مين بدي اتهم كيف يعني الطريقة فقالوا له هذا بموظف اسمه خليل ويشتغل بنفس القرفة الوظيفة اللي يعني موجود هو واختي فانت بدك تستدرجه لعند بيتك تبعث له ابنك الزغير بعد ما ينصرف من الوظيفة وتفهم ابنك انه روح صيحلل هذاك الرجال وقل له البابا يصيحلك يناديك على البيت وبعد ما يفوت عندك على البيت انت اتهموا بها التهمة واضربوا بالستشينة اضربوا على رقبته او اضربوا بقفة لكن لا تذبحوا لا تختل الرجال المهم احنا هين رح صير غضية واحنا بدنا نقوم ونشط وننزل ونقول والله لا نذبح اختنا وبدنا ناخذ بثارنا من خليل وكذا ورح نشر طوية اختنا سعاد انه مشان ما نكتلش ونذبحش بدش تزوجين هذا خليل لكن على شرط انش تفرقينها بحق الفيلة يعني تتنازلين عن حقها وطبعا انت بهاي الحالة انت يجيك مئة الف دولار اما عطارات اما السكات وايضا تقدر تطلب منها تتنازل عن ولادها ويصورون الولد كلهم بحضانتك وهي تطلع من المولد بلا حمص طبعا اخواني انا خبرتكم سابغا انه هذا زوجها يعني من عبادين المال يا لطيف والعياز بالله وزوجها السعاد جدا بخيل وكحتة وخبرتكم انا بهذا الشيء يعني لاجل الفلوس مستعد يسوي كل شيء طبعا هذول اخوتها يعرفون طبع نسيبهم هذا زوج اختهم يعرفونه انه كحته وبخيل ويعرفون طباعه لهذا الشيء هم تكلموا معاه بهالطريقة وطبعا الفلهاية اللي مسجلة باسم سعاد يسوي حقها تغريبا شيء ثلثمائة الف دولار هم واخوتها بدهم يخسرون مئة الف دولار ينطون لزوجها ويربحون يعني شيء مئتين الف دولار يجيبهم كله هالسالفة ويتهمون اختهم وبعرضها وكذا كله لاجل المال ولاجل مصالح الدنيا ويشوفهم سبحان الله احيانا الدنيا والمال والله فتنة وهذول اخوت السعاد مع الاسف الشديد هذول الحغيرين هم وزوجها ايضا هذاك الحغير زوجها السعاد الغديم لاجل المال والمصالح الدنيوية لبس مهال المستورة سعاد هذا الثوب ولبسوها يعني ثوب العار كله لاجل المال هذاك مشان ياخذ مئة الف دولار يحطه بجيبه وايضا هذول الفيلة الصير باسمهم وهي تتنازل عن كافة الحقوق عن ورثتها لاخوتها يعني تطلع بلاش المهم يا اخوة والله احيانا لاجل المال ولاجل الدنيا يعني الصير مشاكل وجرائم يعني والله الشيء برؤوس الاطفال والله ما تخطر بال الشيطان بذاته ما تخطر باله فنجيكم بسالفة هنا على سعاد هاي سعاد فاتحة مثل ما قلتلكم الانترفون التليفون فاتحة الانترفون والكل امال يسمعون من قبيلة اهل سعاد وايضا من قبيلة اهل خليل فبعد ما اعترف زوجها بسعاد بل حقيقة وتكلم بكل التفاصيل قالها خلص انا وفيت شرطي واريد منش مصروف المحامي مشان توكليلي محامي مشان اخلص لان هو مثل ما قلتلكم هو داشر ناشر حتى اهلو يعني فغرة مستوين وضعهم يا لطيف يعني لما امجنط ما عنده فلوس نهائيا فبعد ما اخلص هين سوالفو قالت له شوف يا افلان انت انسان حغير وانت انسان سافل واساسا انت ما تستاهل مني ولا من اي شخص صعيب على اي شخص يساعدك لانك انت كرامة ما عندك والاجل الفلوس انت بعت كرامتك وبعت ضميرك وبعت انسانيتك تروح يا ظالم تتهمني بهاي التهمة وتخليني عاي في بلادي وهلي وتلبسني هذا الثوب ولسا فوق هذا الشي تريد منه المساعدة فهين سعاد سكرت التليفون بوجه زوجها الغديم ورفضت انها ساعدوا طبعا بعد ما خذت منه الاعتراف واعترفوا كل الحقيقة والتفاصيل وكل البشر سمعوا هاي الحقيقة وظهرت براءة سعاد وانها شريفة وانه ايضا خليل شريف ونزيه واثنيناتهم تلبس متهمة باطلة ونجيكم بالسالفة هنا أخوتي على أخوتها السعاد هذولا أهل الخليل هنا أقامهم دعوة ضد أخوتها السعاد وتم التحقيق طبعا ويا أخوتها السعاد واعترفهم بالحقيقة وشهدهم مشهودة اللي كانوا موجودين بالحقيقة انه كذا صار الاتصال واحنا سمعنا كذا كذا وبعد الضغط على أخوتها والتحقيق اعترفهم بالحقيقة وتم سجن أخوتها وبهاي الفترة أخواني اللي انتغلت سعاد على حلب وصار عدها ينتجارات وهي وزوجها خليل وصار من أهل الأموال والله بارك برزقها ورزق زوجها خليل وبعد ما طلعت هاي سعاد من العدة وراحت على حلب وحشيت لكم قصتها شلون صارت هذولا توارثهم المال وتقاسمهم المال أخوتها وقامهم يشتغلون بالتجارة يبيعون ويشترون وسبحان الله الله سبحانه وتعالى محق البركة من مالهم قامهم أخوتها وينما يتوجهون تتسكر بوجههم يعني إذا يقضبون الشيء الخضر يصير يابس بأيديهم وقامت يدور الدولاب بالعجلة بالعكس ودارت الأيام وجدت الأيام وما بين ظهرت الحقيقة وظهرت براءة أختهم سعاد وبراءة أيضا خليل كانوا هنا أخوتها السعاد ما عدهم أموال نهائيا يعني جماعة جنتم وصارم من أهل الطبغة الفغيرة خسرم كل أموالهم لأجل ظلمهم الله سبحانه وتعالى انتغم لهذه المسكينة المظلومة البريئة الشريفة انتغم لها انه محق البركة من مالهم لأن هما كل هالمصيبة صارت لأجل المال لأجل المال اتهمهم هالشريفة بعرضها فقام الله سبحانه وتعالى محق البركة من مالهم المهم صار وضعهم فقير وميؤوس منه وتم سجنهم وهاي سعاد قاتلهم أنا بالنسبة لي ما رح أشتكي عليكم يكفي انه الله سبحانه وتعالى أظهر براءتي وشرفي جدام البشر وجدام العالم لكن يا أخوتي ما تفوتون بيتي ولا أنا أفوت عليكم نهائيا وتم الحكم عليهم بالسجن لأخوتها الثلاثة لسعاد طبعا أخوتي بهاي الفترة راحت الأيام وجدت الأيام وصارت الحرب وبسورية وتعرفون شلون صارت أحداث سورية وهنا أخوتي أثناء ما بلشت الأحداث بل 2011 بسورية أحداث الحرب أول ما بلشت الأحداث فهنا سعاد وزوجها خليل شافهم أن الأوضاع كل ما حالها أمال تشتد بسورية وأمال تتأزم الأمور فهنا صفهم أملاكهم وباعهم الأراضي وصفهم أموالهم وجاموا على تركيا أن تغلموا على تركيا والحين هم قاعدين بتركيا بمدينة اسطنبول سعاد وخليل وعندهم شركات وعندهم أموال وعايشين بخير وسلامة ومحبة ووفق بين خليل وبين سعاد ومبسوطين ويا بعض والحمد لله كل من خذ جزاته والله أظهر الحقيقة والعبر أخواني من هاي الغصة أنه الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ومهما كان الظالم ولو طالت أيامه ألا ما ياخذ جزاته ورح تظهر الحقيقة ولو بعد حين أبدا مستحيل يعني قد من طالت الأيام ألا ما ييجي يوم وتظهر براءة البريء وياخذ الظالم جزاؤه ولو طالت عليه الأيام آخرته بده الله سبحانه وتعالى يوقعه بشرع ماله والهينا أخواني خلصت هاي غصتنا أتمنى إن شاء الله أنها نالت عجابكم واستحسانكم وكتبونا بغسمة تعليقات أخوتي إيش استخلصتم من أحداث هاي الغصة وأي المواقف اللي استوغفتكم بأحداث هذه الغصة كتبونا بغسمة تعليقات وأرجو منكم أخوتي كل من اسمع هاي السالفة يحطنا عجاب يعني ضغطة لايك لهذا الفيديو أبلاش حطونا لايك عجاب وأيضا طمعانين بكرمكم تحطونا اشتراك لهذه الغناء وتفعلون زر التنبيهات وتكونوا فضلتم علينا وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله والله ينطيكم العافية اشتركوا في القناة